بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة المهدى احنا متعودين ان احنا نقعد مع جلساء ونشوفهم اثرهم ايه على حيات لان احنا بنستوص بكلام حضرت النبي مثلا الجليس الحسن وجليس السوق كصاحب المسك ونافخ اركير فالنهاردة هنقعد مع جليس شوية مفيش يكاد يكون محد السلم منه الايام دي الجليس اللي احنا نقعد معا النهاردة جليس شويتين تلاتة تيل علينا عشان كتير مننا دلوقتي بيشتكوا ان هم دايما حاسين بالتعب في ناس مننا عندهم امراض مزمنة او حتى المؤقتة اللي بتخليهم محتاجين راحة او بيحتاجوا حد يساعدهم خصوصا اباءنا الكبار في السن لكن احنا بنتكلم على حاجة تانية تكلم عن الناس كتير من الناس اللي عندنا اللي عندهم صحة بس يبدو انهم ما عندهمش عافية ايه وايه الفرق ما بين الصحة والعافية العافية دي حاجة هي الاثر اللي بيحصل للانسان لما يكون عنده اكتمال في شعوره بانه هو قادر انه هو يعمل حاجات لكن بيبقوا اغلب الوقت الناس دولة اللي هم عندهم صحة حاسين انه هم منهكين ايوة النهاردة عن اتكلم عن الانهاك يعني الانهاك احنا قاعدين وحاسين ان احنا مش فاضل مننا حاجة كتير من الناس تسمع منهم بيقولوا احنا هنحاسس اننا مش فاضل مني حاجة اه صحيح الناس بيكتهدوا كتير جدا وبيتعبوا كتير جدا عشان يحسنوا حياته لكن بيقولوا المشكلة اننا مهما ارتحنا فترة او اخدنا اجازة بنرجع تاني بسرعة وبنحس بالانهاك احنا ساعات بنحس بالانهاك حتى واحنا في فترة الراحة الشعور دوت شعور صعب اوي ان الواحد يحس ان هو بيعمل ايه كل يوم بيعد بيتخسم منه بيحس ان هو مش قادر تلاقي الناس بتمسك ايديها كده وهيحس ان هي وكأنها كبرت وكأنها الزمن بيعد عليها وبيحسسها ان هي اتقدم بيها عشرات السنين كان هم بيقولوا ان هم حسين انهم منهكين منهكين شعوريا مش بس منتهب اداء المسؤوليات والمهمات والاعباء اللي عليهم والضغوط لقوا ما حسين ان هم من جوة منهكين فيبقى عندنا سؤال ليه اغلب الوقت احنا حسين ان احنا منهكين وحسين بالانهاك في مجموعة من اسباب اللي بتخلي زواتنا هشة في الحال معصر وبتخلينا نحس بالانهاك زي ايه؟ اول حاجة الرغبة في السيطرة على الحياة ان الحياة بقى under control فيفضل واحد فينا طول الوقت بيجري وممكن يصارع عشان يسيطر على حياته وده اكبر عامل من عوامل احساسنا بالانهاك ليه؟ دايما البلون للناس احنا حياتنا مش under control لو عايزين نكملها يعني بالانجليزة احنا حياتنا under mercy احنا حياتنا تحت الرحمة فالحياة مش تحت السيطرة الحياة تحت الرحمة لان الله سبحانه وتعالى قال ليس الله بكاف عبده تاني حاجة بقى يبقى اول حاجة الاحساس باني لازم كل حاجة سيطر عليها طب لو عايزين كل حاجة سيطر عليها مفيش حاجة بيسيطر عليها فحس ان انا تعبان مش قادر تعبت من كترح محاولة السيطرة ومش قادر سيطر تاني حاجة هم التدبير انا شايل هم الرزق والان عليه والان على الولاد والان على النجاح والان على الشغل والان من المدير وتوتر وحالة من حالات التمزق عارف انت واحد متمزق وما عندنا الله سبحانه وتعالى وفي السماء الرزقوكم وما توعدون يعني طب من قلبك وخطط وسعى وتحرك واعبد ربنا سبحانه وتعالى وخد بان انت تاخد بالاسباب وإيه اللي حصل وانظر لود ربنا وساعد وساعد اللي هو خلى أهلك في الحياة لكن ما إيه اللي حصل ما تشيلش الهم ياك تشيل الهم أو تت ياك تشيل الهم لأن في الحقيقة لو ما تشيل الهم إيه اللي هيحصل فيش حاجة تتغير يبقى إيه اللي هيحصل رزقك عند ربنا محفوظ تالت حاجة بتخلينا بقى محاسين بدأناك تحصيل المنفعة بالكذب زي اعتيات التمثيل وبرأس صورة غير حقية عشان نكون محل إعجاب لللي حوالين ويا سلام بقى يا سلام على الكلام دوت في السوشيال ميديا أي مبحتر في السوشيال ميديا أنا فلة أنا أحسن فأفضل أمثل قدام الناس أمثل قدام العيلة أمثل قدام الأولاد أمثل قدام الناس إننا زي الفل عشان يبقى عشان نحصل أي منفعه بيخلي الإنسان يحس كأنه ذاته بتتآكل رابع حاجة بتخلينا نحس بالإنهاك إدمان الهروب إننا نتعاود إننا أهرب من المسؤوليات أهرب من كل حاجة أهرب من الناس أهرب من أي حاجة في ناس بتظن إنه لما تهرب هترتاح بيفكرون بالأطفال الصغيرين لما كانوا يغمضوا عنهم لما يجي حاجة تخبط فيهم مثلاً في عجلة جاي عليهم وتخبط فيهم ويغمضوا عنهم غمضوا عنهم لما يغمضوا عنهم يعني الحاجة الخطر عتزول إدمان الهروب ده من أي مسؤولية أو من أي تحدي بنمر بيه ومش بيخلينا مرتاحين إنه من أشد الأسباب اللي تخلينا نحس بالإهناك شوفوا الناس اللي بيدمنوا عمل عشان يهربوا من مسؤولياتهم في إصلاح علاقتهم من الأسرية يسيب البيت ويروح يشتغل يسيب البيت ويروح يشتغل في الأخي خلص إيه؟ بيخلص أو يدمنوا اللزة هروباً من أي حاجة فبيفقدوا الإحساس بالإيه؟ فيفقدوا الإحساس بالامتلاء فيحصلوا نوع من أنواع الخواء ويحسوا إن زواتهم غير محترمة لأنه بيحاول يملأ حياته باللزة خمس حاجة ودي صعبة شوية إدمان الكسل إدمانك تخيل إدمان الكسل ده من أشد الأشياء اللي بتخلي الإنسان يحس إنه منهك طب هل مد من الكسل خلينا أقول لكم عشان نوضح لكم هل مد من الكسل مرتاح؟ أبداً وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان دايماً يستعيز من العجز والكسل اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل العجز والكسل فمد من الكسل من أكثر الناس شعوراً بالتعب والإنهاك لأنه بيحصل له إيه؟ بيعرض ذاته للصدى والتآكل عارف الحاجة لما تركينها؟ تبوز الساعة لما تسيبها الدائرة الكهرباء بتاعتها تبوز أنت لما تسيب الحاجة بتتآكل وتفسد مد من الكسل من أكثر الناس اللي بتتعب وبتتعب اللي حواليها عشان كده الابتكالي والاعتمادي دولة بيبقوا مهلكة للي حواليهم فبيحسوا أنه عمه أنه عب عشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا استعين بالله ولا تعجز حاجة الستة كمان اللي تحسسنا بالإنهاك إدمان الشكوى يا الله على مدمن الشكوى دولة مدمن الشكوى دولة أنه واحد بيحصل له إيه؟ إدمان الشكوى ده بيعمل إنسان عن رؤية مدد الله والنعمة والفضل فإيه اللي يحصل؟ فلي يدمن الشكوى ده بيدمن الشكوى فبيحس بإيه؟ أنه ما فيه سناد وما فيه نعمة وما فيه حاجة بحواليه ولا بيشوف أبدا حياته إلا سودة فلازم يحس بالإنهاك إذا ما حسش بالإنهاك يبقى فيه حال غلط سابع حاجة كمان ممكن تحسسك بالإنهاك الإفراط في الاستهلاك يبقى معنى كده إن السابع حاجات اللي رحنا نذكرينهم غير دلوقتي ده بات إيه حاصل السابع حاجات دولة إيه؟ اللي منهم الإفراط بالاستهلاك إن الواحد يعيش الحياة بثقافة الاستهلاك وإن الاستهلاك ده هيخليه يرتاح فحس نوع منهك ومهلك وحس إنه في حالة هلاك لإن الاستهلاك ده يخلي الإنسان حاسس إنه هو ما فيش رصيد ولكن الإنتاج يسعد الإنسان لإنه بيطوره ويخليه يحس بالوسع ويشوف النعمة ويشوف مدد ربنا سبحانه وتعالى ويشوف سند ربنا سبحانه وتعالى ليه وزيك من أشكال الإفراط في الاستهلاك إدمان وسائل التواصل الاجتماعي فشوف الناس بتتمنى وتتعب بالساعات بلا هدف على وسائل التواصل الاجتماعي وقلبه يتحرق ويتوجع من المقارنة ما بينه وبين الناس اللي عندهم وهو ما عندوش والتشتت ما بين ده ما بين إنه هو يحب يعمل ده ويحب يعمل ده ويحب يعمل ده وكمان من الحاجات اللي كمان تحسسك بالإنهاك عدم سيانة العلاقات ولزيك حدث النبي يقول تحبوا تهادوا تحبوا يعني إيه استمروا في سيانة العلاقات فعدم سيانة العلاقة بيعرضك للاستهلاك ويخلينا حسين بالإنهاك فإنك أنت تضمن العلاقة زي ما أحد يضمن علاقته بمراته فهي عتروح فين يعني مع مراتي وهي تقولها هو يروح فين مجوزي وانا ربطه معايا بالعيال وربطه معايا بالمسؤوليات فيحسب إيه بالإنهاك ما فيش ما فيش أي تجديد أي تجدد في العلاقة ويحس أنه مش من الأولويات ويحس بعدما الاهتمام ويحس بأنه دائما مفتقد حد في حسب الإنهاك كل الأسباب دي بقى اللي احنا قلناها الأسباب التمانية دولة تحس إنسان نوامونك وتخرجه من إطار الاتزان مع أن الاتزان يا سيدة هو مفتاح ذوق حلاوة الإيمان نحفظ كده الاتزان مفتاح ذوق حلاوة الإيمان والعيش في راحة وأمان الاتزان كل ما الإنسان يكون صادق ويتحمل مسؤوليته تجاه ذاته الآخرين من غير مظلومية وأنه يعيش دور الضحية وكل ما الإنسان يعطي لكل شيء حقه ومستحقه زي ما كده في التجويد يقولك إيه تعطي الحرف حقه ومستحقه فلما تعطي الحاجة حقه ومستحقه تنور في حياتك من غير ما يضغط جانب على جانب أو يهرب عشان يظنوا أنه يرتاح البال لما يعمل كده يعيش لما يعمل إنسان يقوم بمسؤولياته ويدي كل حاجة حقه ومستحقه يعيش مرتاح البال وحادث النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن لنفسك عليك حق وإن لربك عليك حق ولي ضيفك عليك حق وإن لأهلك عليك حق فأعطي لكل ذي حقا حق اتزان كل حاجة تاخد حقها ومستحقها شكرا